ولهذا قال وأقيموا الصلاة بأركانها وشروطها ومكملاتها وأقرضوا الله قرضا حسنا أي خالصا لوجه الله من نية صادقة وتثبيتا من النفس ومال طيب ويدخل في هذا الصدقة الواجبة والمستحبة ثم حث على عموم الخير وأفعاله فقال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وليعلم أن مثقال ذرة من الخير في هذه الدار يقابله أضعاف أضعاف الدنيا وما عليها في دار النعيم المقيم من اللذات والشهوات وأن الخير والبر في هذه الدنيا مادة الخير والبر في دار القرار وبذره وأصله وأساسه فواء أسفاه على أوقات مضت في الغفلات وواء حسرتاه على أزمان تقضت بغير الأعمال الصالحات وواء غوثاه من قلوب لم يؤثر فيها وعظ بارئها ولم ينجع فيها تشويق من هو أرحم بها منها فلك اللهم الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث ولا حول ولا قوة إلا بك واستغفر الله إن الله غفور رحيم وفي الأمر بالاستغفار بعد الحث على أفعال الطاعة والخير فائدة كبيرة وذلك أن العبد ما يخلو من التقصير فيما أمر به إما أن لا يفعله أصلاً أو يفعله على وجه ناقص فأمر بترقيع ذلك بالاستغفار فإن العبد يذنب آناء الليل والنهار فمتى لم يتغمده الله برحمته ومغفرته فإنه هالك